وصلت وزارة الداخلية وفي إطار دورها الإنساني والمجتمعي فعاليات المرحلة السالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان والتي تهدف إلى توزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الأولى بالرعاية بخاص السيدات المعيلات وهو ما يتوافق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة أنا جنب التماري ومنك قريب أنا أدي لك عينية وأدي المسئولية وشرطة شعب إحنا إدنا واخدى الغريب في كل ديل بطل تمل شايل اسمها وكل ديل الله يا السيسي مش نسينا وبعد لنا خير دايماً فكر الشعب بالخير وكل شيء كويس بيدعمنا كل الدعم من كل جميع الجوانب من طبعاً كاراتين طبعاً بطاطين كل حاجة إحنا بنشكر سيدة الرئيس على المجهود الجامد والسيدة المسئولين ووزارة الداخلية جميعاً على كل مجهوداتها اللي قدموها لنا وعيش حرة يا بنادي في كل الأزمنة ووقت لما تحتاجينا إحنا دايماً هنا لمر حسد بخوف وأدي الصروف ما فيش أي قوة هسنا قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسق مع قطاعات الوزارة المعنية ومدريات الأمن قام بتوزيع المساعدات على قاتل المناطق المستهدفة الذين أشادوا بالدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم والذي يأتي كجزء رئيسي من الاستراتيجية الأمنية في شقها الإنساني الزباط جات لنا ووزعت علينا حاجات وربنا يخلهم لنا يا رب وإسلح حالهم يا رب وفديهم الله يخلي يا بصري اللي شمسك لا يمكن كريب أنا جنبك تملي ومنك كريب هندي لك عدية وأدي المسؤولية شكراً يا رئيس ودأماً تبقى فاكرنا بالخير يا رب تضمنت مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان بالتزامن مع توزيع المساعدات العينية قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قامت بإجراء الكشف الطبية على المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم في إطار الحرص على الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لقاتل المناطق المستهدفة كشف على البنت البلاش وصرفهنا العلاج من غير فلوس والرئيس يشكر على العمل معنا اللي تعبنا كلنا قلنا للدكتور وعطالنا العلاج صرفنا العلاج وعطاهنا وشكراً على اهتمام الرئيس بينا هذه واحدة من المبادرات الإنسانية التي تحرص وزارة الداخلية على تفعيلها لدعم المواطنين في كل مكان على أرض الوطن مادياً ومعنوياً لتخفيف الأعباء عنهم أنا فرحانة بكبري تحيى مصر تحيى مصر تحيى مصر تحيى مصر تحيى مصر